ترجمة نانسي قنقر أول شيء صنع النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم إلى المدينة بنى المسجد أول مسجد أسس في الإسلام مسجد قبا طيب بعد هذا بنى بيت لا بنى المسجد النبوي بعد هذا بنى غرفتين صغيرة الغرفة هذه متر ونصف في متر ونصف إذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الغرفة وعائشة نائمة لا يستطيع يسجد لا يوجد مكان لازم هي ترفع جليها حتى يستطيع يسجد إذا كان صلى الله عليه وسلم في صلى الله عليه وسلم في قبله لا يوجد فيها دورة مياه لا يوجد مطبخ لا يوجد صلى الله عليه وسلم في قبله هل تغيرت الغرفة عندما جاءت الأنوال والفتوحات وكذا لا إلى أن مات عليه الصلاة والسلام لا تغيرت حتى يسجد صلى الله عليه وسلم أفهم؟ نعم هذا يؤثر فيك تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو إمام أهل الإخلاص ما أراد الدنيا لم تطرأ له على بال عليه الصلاة والسلام ما منتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط ما ينتقم لنفسه ما يغضب لنفسه يغضب لله فقط على أكثر فقط أو يمتلك فقط 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 لنصببك كل الله نعم طويل أو نصببك لنصببك والبعض ولنصبك فقط فقط، والتنصبك فقط سعيد وأborough إطلاع ويقول أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ما هي أخلاقه؟ ما هي الأخلاقه؟ عائشة رضي الله عنها لخصت الأخلاق قالت كان خلق القرآن يعني إذا أردت القرآن عملي أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت أنه الأخلاقه هو القرآن إذا لابد تتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم لذلك يجب أن تتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم اليوم عندكم يقرأ في الحديث عن بعض الأشخاص صحيح؟ هذا مثلا رئيس وهذا فاتح المهم هكذا عظماء لا يكون شيء أمام النبي صلى الله عليه وسلم وإذا كنت تتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الآن عندما تتحدث عن هذه مخصص الوصول والذلك كلهم لا يوجد شيء أمام النبي صلى الله عليه وسلم نعم من الأشخاص المهم في لهذه أمام النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا تأخذ في الله لوم تلاهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يبالي بأحد في دين الله قام على الصفة تاتي الآن في مكة على الصفة صعب omb اعَخذ يقول للناس يَا ايوهَ النَّاس اشترو انفسكم أي إنchtو في دين الله انقذ انفسكم he went on top of this mountain he said to them people save yourselves by yourself...指 is from the hellfire Balchera لو تسعد في أي مكان هناك في بريطانيا تقول يَا ايوهَ النَّاس اشتروا انفسكم ممكن تقول لا 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 قلتة ممكن ي aquariums ان ت водكو أن ارد التونك في precipice موسيقى أن تقول في الهراءاء بناجر بْموطين intensive the same thing and say to the people save yourselves and turn into islam people are going to think you're crazy therefore i said didn't care about anyone when they came to religion of allah but it was with wisdom and it wasn't with ignorance so this is from the islam that he would have mercy and forgive them that the prophet did not choose between two things except he chose the easiest option and how the person dealt with his companions if one of them made a mistake that there was one of the companions the prophet was leading the salah and he started speaking in the salah if you were the imam and somebody started speaking in the prayer what would you do you might even hear him or you'll shout at him and say why are you speaking in the salah but the prophet he turned around he started teaching him and he said that the prayer you can only have the this person was a sinner for speaking but after the guidance of our son he became a student of knowledge and started asking questions and learning now something that touched me was how the prophet was a very good comforter and there was i think one where a man came up to the prophet and then he was like shaking when he was speaking to him and the prophet said he comforted him and say he said like um he basically humbled himself like saying that he was he's the son of a woman he's eating right with the people whether whoever it may be even the young kids for some of them and even when the prophet was sit with the other companions in the masjid you couldn't tell who the person was not because he would wear the exact same and he would look the same as all of them the prophet sallallahu alayhi wasalam he has a number of names محمد محمد يعني حتى يحمدوا اهل السماوات يحمدوا اهل الارض meaning that even the people in the heavens and in the earth all of them praise the prophet sallallahu alayhi wasalam والألقاب التي كانت لها عليه الصلاة والسلام هذي من قبل النبي صلى الله عليه وسلم So these names of the Prophet صلى الله عليه وسلم يعني من قبل النبي عليه الصلاة والسلام The Prophet صلى الله عليه وسلم He didn't accept all of these names and titles فكان الناس كل الناس يشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالصدق بالأمانة نعم All of the people testified the Prophet صلى الله عليه وسلم was trustworthy and so on all of these good characteristics نعم But the Prophet did not accept charity and obtain gifts to the people نعم He wouldn't accept charity but he would accept gifts يعني هو أزهد الناس The Prophet صلى الله عليه وسلم was the furthest away from this dunya نعم